لن يستطيع العراق دفع رواتب موظفه بالكامل للأشهر المقبلة أو لشهر أيار على أقل تقدير في ظل عز اقتصادي بات يهدد الدولة التي تعتمد 90% من إيراداتها على مبيعات النفط التي تهاوت أسعارها لأول مرة في التاريخ التطمينات التي أطلقتها الحكومة لم تساعد في تبديد تلك المخاوف حيث تؤكد اللجنة المالية البرلمانية أن جميع المؤشرات تقول باحتمالية تخفيض رواتب الموظفين إلى 50% في ظل دخول الوضع المالي للبلاد منزلقا خطيرا أمام هذه التطورات يبدو مشروع الموازنة التي من المقرر إقرارها في شهر حزيران القادم دون جدوى برأي الكثير من النواب الذين يشيرون إلى عز كامل في موازنة البلاد التي لن تصدع سداد الرواتب موظفيها بشكل كامل قريبا لكن ما الذي أوصل العراق إلى هذه الطريق المزدودة؟ سؤال تبدو إجابته واضحة لشركاء العملية السياسية أنفسهم الذين يبررون بالسياسات الاقتصادية الخاطئة التي اتبعتها حكومات ما بعد عام 2003 فضلا عن إهدار المال العام بمشاريع وهمية والترهل الوظيفي ورواتب النواب ومسؤولي الدولة الذين ضامنوا لأنفسهم رواتب عالية لا يجاريهم بها أحد مقابل فقر مدقع تخطى عتبات الخمسة والثلاثين بالمئة في العراق أما عن الحلول فيرى خبراء اقتصاديون أن الحكومة الحالية ستلجأ مبدئيا إلى تخفيض رواتب الموظفيين بحال عدم توفر السيولة سواء بمسوغ قانوني أم من دونه لكنها ستبقي على رواتب أنصارها الذين حصلوا أصلا على امتيازات كبيرة كما أنها لا تريد أيضا تخفيض الامتيازات التي يحصل عليها السياسيون من مناصبهم مفضلة بذلك استهداف الشرائح الضعيفة من الموظفين والمتقاعدين الذين تتجاوز أعدادهم مع عائلاتهم خمسا وعشرين مليونا باتوا يدركون تماما أن العراق كدولة أضحى في مهب الريح مع أحزاب ثبت بالأدلة القاطعة فسادها